هروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد في النادي الأهل إذا ما حضركم عارفين احنا عندنا بطولة أبطال الكؤوس فريق كرة اليد بكرة الكابتن طاري محروس راح سكندريا عشان يعمل أربع مباراة فاس فيه وفاس في ثلاثة وطبعا لسه مباراة هيلعبها مع أصحاب الجيد قرعة أبطال الكؤوس اتعبت أول مبرح يوم لتنين سافر كابتن ياسر راملي يوم الحد حضر للقرعة يوم لتنين جاء نتجة أو نتجة القرعة عنها إيه أن النادي الأهلي وقع في رأس المجموعة الأولى في مجموعتين هما تم فرق مجموعة أولى مجموعة تانية طب ليه تمان فرق بس يا كابتن لأن الاتحاد الأفريقي مداش أن يشارك الأول والتاني قال لك الأول بس هو اللي يشارك وده اللي خلى النادي الأهلي يشارك في البطولة دي فقط فتمان فرق النادي الأهلي على رأس المجموعة مين اللي بيضمها فاب الكاميروني طبعا الأهل على رأس المجموعة وبعد كده فابل كاملون يريد ستارز الإفواري وسكوتو ريمة النيجيري المجموعة بقى التانية بيدم فيها مين وده السمارة المغربي انتر كلوب الأنجولي أسفل سنغالي وجي اس كي أكونغولي دول أهم التمن فرق هيلعبوا أكيد من دور واحد وأكيد الأول هيلعب التالت ويعني أكيد هيبقى فيه النظام التاني الأول اللعب التالت أو الأول هيلعب الرابع عن أسف الأول هيلعب رابع والتاني هيلعب تالت في المجموعتين نفس نظام كأس العالم الأولمبيات هو ده اللي هيحصل في البطولة البطولة دي تبتدي يوم 24 أغسطس لحد التين سبتمبر أول ما تشلينا إن شاء الله يوم 24 الساعة 6 بتوقيت القاهرة ساعة 5 بتوقيت المغرب تماما هيكون المباراة دي طبعا أكيد فرق توقيت ساعة يعني عندها هتبقى ساعة 6 طيب فرقتنا هتسافر أين تسافر يوم السبت القادر؟ فرقتنا هتسافر يوم السبت القادر